يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بجماهير أعظم نادي في الكون الأهلي في المونديال حالة جديدة ومازال المشوار مستمر ومازال حلمنا في المونديال مستمر الأهلي ده شيء عجيب شيء غريب الحقيقة يعني أكبر بكتير جدا من فكرة أنه مجرد نادي بتشجعه أو بتنتمي لي حالة حب للكيان والإسم النادي الأهلي ونجومه ورموزه وجماهيره اللي بقيت كمان بتزعل لزعلها خدوا بالكم يعني إحنا مبارح عملنا جيم كبير جدا تقدر تقول هارد لكي أبطال مبارح أبطالنا الحقيقة قدموا وعملوا جيم يرفع الرأس قدام فريق مش هقول أقوى فريق في الدنيا لكن الفريق قدر يكسب يعني العتاولة كلهم خدوا بالكم نفس الفرقة دي نفس الفرقة دي بنفس الأسماء دي قدرت تكسب وتتفوق على أكبر أنديات العالم على باريس سان جرمان بنيمار وبميسي وبمبابي وغيرهم من نجوم على ليفر بول فأفضل نسخه خدوا على حسابهم بطلتين دوري أبطال أوروبا على المان سيتي اللي بيقولوا عليه الفريق الذي لا يقهر على تشيلسي بطل دوري الأبطال في نسخته السابقة فالنتيجة طبيعية ومنطقية ممكن تزعل أنه كان في الإمكان أفضل من مكان ممكن تزعل على فرص إحنا ضيعناها بأيدينا أو مباراة تسببنا إن إحنا نديها للريال ممكن تزعل إن الأهلي ما يستحقش لسكور ده لكن في النهاية ما تزعلش أبدا لأنه مشوارك لسه مستمر فين في بطولة كاس العالم والحلم لسه ما انتهاش وقدامنا مباراة مهمة جدا قدام فلامينجو في الوقت اللي قندها كتير جدا 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 تحلم تعدي بس جنب الملعب اللي بيستضيف مباراة كاس العالم مساء خير على حضراتكم